النهاردة فريق كورت القدم في الاهلي احتفل بلعبة اليد لعبة الهندبول مع جمهير الاهلي احتفلوا بيهم وطبعا احتفال رائع جدا بفريق كورت اليد ان هم يستحقوا بصراحة محمد الشناء وهو كولر ولعبة الاهلي في كورت القدم بيتحتفل بفريق الهندبول انجاز كبير يعني جميل جدا ببارك بصراحة للنادي الاهلي على الانجاز الكبير ده وهي بقى كده انا بحب كده دايما انت بتكسب بطولة تحتفل بيه على طول في الملعب زي ما حصل كده في ماتش السوبر الافريقي مش الدوري هنا عندنا الاهلي خد الدوري بيحتفل بيه بعدها بسنة لم يفماتش جورمايا كيني لازم الاحتفالات كده تبقى طول طازة تبقى سخنة فمبروك للهندبول في النادي الاهلي انجاز كبير جدا في كورت اليد انجاز عالمي وانجاز تاريخي واول فريق غير اوروبي يكسب فريق اوروبي في بطولات العالم لكورت اليد اول مرة نادي خارج قارة اوروبا يكسب فريق اوروبي في بطولات كاس العالم لكورة اليد وخلي بالكم مش اي مكسب كمان ده كسب برشلونة بطل العالم وبطل اوروبا في الهندبول دي طبعا لقطات لتكريم فريق الكورة في النادي الاهلي لفريق اليد حاجة جميلة جدا عيلة واحدة طبعا زي ما شفنا زي ما بنشوف الزمالك وبنشوف الاهلي ودلوقتي كمان عندنا الاتحاد السكندري وسموحة وسبورتينج بيلعبوا في البطولة العربية الكورت السلة وهجيب لكوا بعد شوية كمان الاسكواش وهنتكلم على الاسكواش المصري عندنا نور الشربيني فازت ببطولة كاتر كلاسيك للاسكواش وبعدين عندنا النهاردة حاجات كتير في برامجنا وحكايات كتير هنتكلم فيها النهاردة وعندنا اخبار كتير طبعا الكل بقى هيبدأ يستعد لبطولة السوبر المصري ان شاء الله يوم 20 اكتوبر في الامارات فريق الاول النادي الاهلي بيحتفل بفريق كورتلياد وسط جمهور الاهلي في ملعب مختار التدشو وسط كمان مجلس الادارة ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب مبروك للاهلي في الهندبول